اللي ده الماتش اللي احنا مستهنوا بقالنا شهرين بقالنا ستين يوم مستهنين ماتش للقالي عم يا ربي وميت يوم يا عم نفس اعرف انتو في الشهرين دول كنتو بتعملو ايه احيه نسبة لكل الهجوم اللي انا شفت على مودست هو مودست يعملك ايه مش فاهم باشا العيب مش في مودست ومش مودست هو اللي مش فاهم قضيتك اللي مش فاهم او كولر اللي مش فاهم قولنا الراجل ده مهاجم صندوق بيفضل مكانه ولازمن الاطراف والاجنحة يعرضولو هي انها قولناها مباويل وكل جوانه بيجيبها بالطريقة دي ماتش انت مقفل فيه وبتلعب على تحولات سريعة وبتلعب على التعادل بتلعبه ازاي انا مش فاهم انا نفس اعرف انفراضات اللي مودست مثلا ضيعها اللي بتزعقله عليها بحين ان حسين الشحات نفسه ضيع فرصة ما تضيعش وهي دي اللي كانت ممكن تخلص الماتش المناسبة كانت الحسنة الوحيدة الاكرم توفيق واصلا كانت بالصدفة اكرم كان بيعلق كرة وخلاص اكرم توفيق اللي الناس بقت شايفة ان هو اناس الكورة الفكرة في اكرم كذا حاجة تحس ان هو مش حزز بمكان ومش حزز بمركزه ومش حزز بحاجة يعني اكرم بياخد الكورة وتتول منه وبيلف براحته وما اكيد في حد بيضغط عليك يا اكرم فالفكرة ان اكرم بعيدة عن الملعب والفكرة الاكبر انه بعيدة عن مركزه اللي هو نص الملعب اكرم محتاج شغل الفترة الجاية كبير قوي لان اكرم كان في وقت ملاوقات احسن ستة في مصر في جملة شفتها عجبتنا الصراحة قوي بس مش فاكر من اللي كتبها احلى اداءات لياسر ابراهيم تصلح اسوأ اداءات لمحمد هاني يا جماعة في واحد عندهم كده تحس ان هو ميسي اسمه بالخير في شباب بلوزداد اي كرة كان بيعدي من محمد هاني في كرة كده اختراق من الطرف الكرانة يجي مليون مرة اول جبكة محمد هاني وطاهر واكرم يعني صباح الفل طاهر محمد طاهر لا انا خلصت المطش ده لو هتحطوله عنوان كده هتقول تعادل الاهل وتصدره للمجموعة بفضل شوبير وياسر ابراهيم بعد فضل ربنا طبعا ياسر التهور بطريقة رهيبة لدرجة الناس بقت شايفان ان هو احسن من عب مينعم ياسر اللي كنا شايفينه جرينتا وضغطه وتغبيته بتاع وانه كان عب انه بيلعب برجله وحش كمان بيلعب برجله الحمده الله كوي عاشي اقوفة ماتش عالمي بس اللي جاي اكتر ولازم ان تبقى قدها الحمده الله ع النقطة وده اللي انا كنت عايزه اصلا والحمده الله احنا لسه متصدرين طبعا اخوات النهار ده عيد ميلادي يعني مافيش حتة كده 200 الف ولا ايه تنسوش تعملو كل حاجه على الفيديو وتعملو فلو عشان اوصل 200 الف عيد ميلادي كنت عامل حسابه اوصل 200 الف المترجم للقناة